هذه أحدث شحنة مساعدات غذائية وإغاثية تصل إلى البلاد من تركيا أطنان من الدقيق الأبيض قدمها الهلال الأحمر التركي إلى المحتاجين في محافظة شبوى مساعدات جاءت في وقتها في محافظة غطت على مأساتها الأنباء المبالغ فيها عن الإرهاب وكانت قبل أسابيع مسرحا لعملية عسكرية قيل أنها استهدفت إرهابيين مفترضين لكنها لم تفعل سوى أنها عمقت أكثر من مأساة هذه المحافظة وقللت من منسوب الأمل بإمكانية حصول أبنائها على الاستقرار الذي ينشدونه والتحرير الكامل لمناطق المحافظة الشمالية الغربية من بقايا الإنقلابيين ترحيب بالمساعدات التركية من قيادة محافظة شبوى عبر عنه وكيل محافظة شبوى علي الكندي والذي أشرف على توزيع هذه المساعدات في العاصمة عتق نشكر الهلال الأحمر التركي على مساعدته لمحافظة شبوى 30 ألف كيس ونتمنى المزيد من الهلال الأحمر أو من غيره أو من مركز الملك سلمان أو من الهلال الأحمر الإماراتي ما عندنا ماناة نحن محتاجين دعم في محافظة شبوى وأتمنى أن ينظروا لشبوى القيادة السياسية والداعمين والتحالف بعين الرضا لنشبوى بصراحة مكسية إلى الآن لم يصلها أي شيء من الدعم لا تكاد ميناء عدن تنفك عن استقبال المساعدات الإغاثية التركية والتي تغطي في جانب منها واحدة من أهم الاحتياجات الأساسية في هذه المرحلة وهي الإعانات الطبية والتي كان آخرها مستشفى ميداني هو الأول من ثلاث مستشفيات ميدانية تعهد الجانب التركي بتقديمها لليمن تحضر تركيا في قلب الاحتياجات الإنسانية لليمنيين بأشكال متعددة من الدعم التي تشمل الغذاء والدواء ومعظم الاحتياجات الإنسانية وتمضيدون كلل رغم العراقي للعديدة والإساءات المتعمدة لجهودها الإغاثية ترجمة نانسي قنقر